بسم الله الرحمن الرحيم موجز الأخبار من قناة السهيل أهلا بكم تسلم الرئيس هذه أوراق اعتماد سفراء مملكة بلجيكا دومينيك مينور والاتحاد الأوروبي هانس جورند بيرغ وجورجيا جاوشفيري والبرازيلي مارسيلو سوديلا وجمهورية مصر العربية أحمد فاروق ومملكة السويد نيكولاس تروفي والمكسيك جوميز تولدو وعقب تسلم أوراق الاعتماد التقى الرئيس هدي بالسفراء المعتمدين لدى بلادنا كلا على حدة مرحبا بهم ومؤكدا على التوجيه بتذليم مهامهم لما من شأنه تفعيل وتعزيز العلاقات المشتركة قتل خمسة عشر حوثيا واصب أخرون بنيران الجيش الوطني في الشباكات العنيفة التي تشهدها جبهة الجرعوب بمديرية المتون غرب محافظة الجوف وفي ذات الجبهة دمر الجيش طقما وعربة تابعة للحوثيين يأتي ذلك بعد ساعات من مصرع ثلاثة وعشرين عنصرا من ميليشي الحوثي الإقلابية في معارك مع الجيش الوطني في جبال الساقية المحاذية لجبال يام والجرشب المطلة على مديرية ميزر في الحدود الجنوبية للمحافظة نقي أكثر من مائتين وأربعة وعشرين حوثيا مصرع بينهم أكثر من ثمانين قياديا تتراوح رتبهم بين عقيد ومقدم ورائد ونقيب شيعتهم الميليشي الإقلابية في الأسلوع الماضي ونقلت مصادر محليا ميليشي الحوثي شيعت في أربع محافظات خاضعة لسيطرتها أربعة عشر موكبا لقتلها الذين قتلوا في مواجهات مع الجيش الوطني بجبهاتهم والجوف والسرواح والموكب الواحد يضم عددا من القتل أكد محافظ محافظة شبوى محمد بن عدي أن كل محاولة لإرباك أمن واستقرار المحافظة ستفشل وأن المال الذي يدفع لإحداث الفوضى وزراعة الفتن لن يجدي نفعا أمام إرادة وعزيمة وحكمة أبناء شبوى وأنوها بأنه لا تراجع عن وضع شبوى في مكانها اللائق بها كمحافظة يعمها الأمن والاستقرار والتنمية مضيفا بأن السلطة المحلية ستمد يدها لنتشارك جميعا في بناء شبوى لكل راغب وفي اليد الأخرى القانون وسلطة الدولة لكل عبث ارتضى أن يبيع نفسه وضميره قال مصدر عسكري مقذوفا أطلقته ميليشي الحوثي الإقلابية سدف أحد مخازن الخردة ومخلفات الحرب بمحافظة مأرب يحوي كميات من الألغام والمتفجرات كانت الميليشي قد زرعتها في بعض المواقع والمناطق وتم نزعها وتجميعها تمهيدا لإطلافها وتفجيرها وأوضح المصدر عدم وجود أي خسائر في الأرواح أكدت مصادر محلية في محافظة إبن قيادات حوثية عليا نهبت أراضي شاسعة بجبل محمول جنوب مدينة إب وسط رفض مجتمعي واسع لعمليات النهب التي تقوم بها قيادات حوثية في عدد من مديرية إب وتشهد محافظة إب عمليات نهب وسط منظم للأملاك العامة وأراضي الدولة من قبل متنفذين حوثيين قادمين من محافظات صعدة وعمران وذمار أكد قائد اللواء 117 مشال عميد أحمد النقح جاهزية أبطال الجيش الوطني لتحرير محافظة البيضاء من الميليشي الحوثية الإنقلابية ضمن المعركة الوطنية لتطهير اليمن من وكرة إيران مشيرا إلى الجاهزية القتالية والمعنويات العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش الوطني في جبهة قانية استدفت طائرات التحالف العربي مستودعا للأسلحة التابعة للميليشي الحوثية في جبال حام بمديرية الموتون غرب محافظة الجوف وقالت مصادر عسكرية أنه بعد تحليق الطيران دوت سلسلة انفجارات عنيفة ومتتالية فيما شهدت السنة اللهب ترتفع من معسكر حام الذي تسيطر عليه الميليشي الحوثية وأن الدخان يغطي سماء المنطقة نهاية الموجز في أمان الله